لليوم الثالث على التوالي يناقش نواب المجلس الشعبي الوطني حصيلة حكومة أيمن بن عبد الرحمن مناقشة وضعت المسائل الاجتماعية المتعلقة بالمواطن في محور تدخل نواب الشعب ينبغي علينا كنواب أن نشخص ونضع أيدينا على سباب الداء وليس أن نشتكي من الداء لأن رفع الانشغالات اليومية والحديث وعرض المشاكل المواطنة اليومية سلسلة لن تنتهي الحكومة في ظرف عنها بعد عرض مخطلها ما لها من إيجابيات لها كذلك من السلبيات نحن سوف نبارك هذه الإيجابيات ونكون سلطة رقبية وسلطة تشريعية على كامل السلبيات القدرة الشرائية التصدي للباروقراطية والتكفل بانشغالة المواطن هي نقاط طرحت أمام الحكومة في قبة زيغود يوسف عندما نمثل المواطن ونرفع انشغالة المواطن ليس معنى ذلك أننا ضد الحكومة وإنما أننا نقول للحكومة أننا ننظر إلى الواقع من زاوية أخرى لم تنظر إلى هذه الحكومة وهذه الزاوية هي الزاوية الفعلية والحقيقية لننعيش مع الواطنين لأننا نقضي من السوق ليقضي منها أي واحد مواظن وبتالي عارف وشيس والسوق بين التثمين لبيان السياسة العامة وتصويب عمل الحكومة مناقشة ستختتم الخميسة برد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن على تساؤلات البرلمانيين المطرحة